كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة وحرص رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من مكاتب موظف الوزارة على إجراء حوار معهم للإضمان على توافر التجهيزات التي تضمن أداء الأعمال على النحو المطلوب لفتا إلى إمكانية مواجهة عدد من التحديات خلال الفترة الحالية التي تشهد مراحل الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة ترجمة نانسي قنع